فعلا محمد مجدي افشا اخذ رجل مباراة اليوم وهو معانا على الشاشة افضل لاعب في المباراة مباراة من النادي الاهلي والسياط الامريكي محمد مجدي افشا كابتن شريف مبروك يا افشا وعبال ما تجيب لنا قادية تانية في ريال مدريد يعني انت لعيد كبير وبينزل يلعب الكرة اللي هو في دماغه يعني ما بيخافش امتى عنده التنبو والاقاعة امتى بتباصي امتى بتشوت امتى بتطلع الاجناب عندك الحقيقة حساسية كبيرة اوه في الملعب وطبعا بجانب اخوتك اللعيبة كله الف امبروك كابتن اسامة افشا يعني انت توقعتها بردو انت توقع كابتن عدل وكابتن بلادي انا قتلك في مجمل المطش كام حامل عبد المنعم وجهة نظر الشخصية لكن انا تمالي بحب ايديها لحد لعب زمن طويل اي ارقامه بس دقائق اللعب 26 دقيقة احرز هدف محاولات على المرمى محاولات بين الثلاث خشبات كرة في كرة جات في العرضة قبلها تمرز صحيحة 23 من 26 في دقائق اللعب 26 لا هو عمل نزل كمؤثر استخلاص الكرة 4 مرات هو كان نزل مؤثر وكلنا طالبنا ان هو ينزل بين الشوتين لان كان واضح جدا النادي الاهلي مش مستحوز على نص الملعب متاخد منه فاكتر واحد عنده ثقة وهدوء وعنده تمرير سليم وما بي زي ما كابتا شريف بيقول ما بيخافش ما بيقلقش يعني يعني افشى من الناس اللي حتى لما بيبقى مش كويس تلاقيه بيطلبوا الكورة في العيبة لما بتبقى مش كويسة بتستخبها تبعد شوية زي ما احنا بنقول في الكورة بيبعد عنك بيه هو كل مرة بيطالب في الكورة تبقى فرجل ووجريء صح فدي حقيقة صحيح الناس بيبنى عليه حتى لما مثلا بيعمل بسن مش كويس او كرة تتقطع منه او بيعمل تمرينها مش كويسة لا بيصر برضو ان هو يستلم الكورة وياخد الكورة اللي بعدها ويلعب يا هاي